نساء الخير والسعادة على حضراتكم طبعا يعني العصفة اللي احنا شفناها العصفة الترابية والأحوال الجوية الغير مستقرة الاربع فصول بقى انا بنشوفهم فقان واحد امطار في الصيف وعصفة شديدة جدا وتراب كلنا عنينا منه مبارح والحقيقة انه كمان التغير في الأحوال الجوية بقى شوية جديد عن ما احنا كنا بنشوفه قبل كده وخصوصا في مصر هل ده تغير مناخي خاص بينا احنا في مصر والذي ظواهر مناخية عالمية احنا بنتأثر بها هل هو ده التغير المناخي اللي كنا بنتكلم عنه من كم سنة فاتوا الناس ما كانتش متخيلة انه ممكن يكون مؤثر الى هذا الحد ممكن نشوف تغيرات مناخية كبيرة وتعمل حوادث كبيرة وزي ما في دول كتيرة حصل عندها جفاف في الأمطار وحصل عندها جفاف في الأنهار وحصل عندهم فيضانات وحصل عندهم يعني حرائق في الغبات بقينا بنشوف برضو عواصف ترابية شوية جديدة علينا الاحداث كمان اللي حصلت بسبب العاصفة امبارح كانت احداث الحقيقة يعني مرعبة بشكل كبير لناس كتير جدا جدا والناس كانت امبارح كل واحد عايز يروح بيته علشان يطمن اللافتات الاعلانية اللي منهم واحدة ضخمة على كبرى 6 اكتوبر اللي سقطت وطبعا نتيجة العاصفة الترابية اللي كانت موجودة وبالتأكيد كل الشكر لكل القائمين على العمل في محافظة القاهرة وتحركهم السريع الوقت خلال عبدالعال محافظة القاهرة اللي يعني اتحرك هو وقدرت المرور يعني كل السرعة والاسعاف اللي وصل في معاده لكن الحقيقة انه كان شيء مرعب لكل اللي كان في الشارع امبارح انه يبقى معدي في مكان فيه لفتاة اعلانية لانه الناس كانت مرعوبة تخيل يعني لوحة بالحجم ده تقع على حد ساي بقى متسيكل ساي عربية يعني موضوع بصراحة مرعب طبعا وكلنا في الشارع وكلنا راحين اشغالنا امبارحين كان وارد انه ده يحصل مبارح وكان فيه اصابات على كبرى اكتوبر حصلت كمان على طريق السويس لكن بدون اصابات حصلت في مصر الجديدة وكمان بدون اصابات الحمد لله حصلت في طرق عدة يعني فالحالة كان مهم جدا جدا ان احنا ناخد خطوات تخلينا نحافظ على حياة الناس قبل ما ده يحصل لانه كمان كتير بنشوف لفتاة اعلانية ما اعتقدش انه هنا ده وقت تصريح انها تكون موجودة لانه اكيد فيش تراطات لسلامة وضع اللوحات الاعلانية ده فده ازاي بيتم ويمكن العوامل اللي كانوا بيرعوها ما كانش في دماغهم انه يكون عندنا عواصف ترابية بالشكل المختلف ده اشتركوا في القناة